كارتان دو جور البلدية هناك عملت انجاز واحد تقريبا اللي هو كيسة الكيس الرابط ما بين الطريق بنزرت حيث يوجد المراكبة التجارية جيان إلى حدود بنزل الرئيس ما عادت فمح فر عودت له واحدة بتاع قدران لكن للأسف يا مزين من البرة شني حوالك من داخل على بعد ما أقل من كيلومتر من حومة رئيس الجمهورية فما حيصل نهاجي يا رفيق كيوقفوك ويستوقفوك العباد يقولولك ايجي شوف اش طالبين لانا طالبين لقصة اينارة لانا طالبين لتشغيل لانا طالبين حتى شي طالبين ظروف طبيعية متاح حياة روغارة المطلب عملونا روغارة عملونا بلوعة بيش حشيكم الاوساخ بتاع ديار تمشي في ظروف طبيعية ووصلين الآن كي ما قلت لك يا رفيق ونحن في القرن الواحدة وعشرين وفي حي موجود وفق التقسيم العمراني اللي تشوف عليه البلدية لعبات تحفر في حفر وحدها بيش تخرج الفضلات وتخرج بقايا الفضلات متاحة كل دار تضلاتها البشرية اي نعم كل دار دار تعمل الزيق ومتاحة تمشي تمشي تحفر في الحفر في اللوح يعني هذك عليها ربي رانا الكلم الكبير والنظام البرلماني والاحزاب والصراعات والغنوش يحب يخلي الحكومة ولا نحيها وموقفنا من ليبيا وموقفنا في السراج اقصم بالله العظيم الناس راهي تونس هذية كي ما يقولوها بكل لغة العامية بعثتكم في جواب مسوجر ولا هي مهتمة بيكم ولا بحكاياتكم ولا شيء هذي انشغالات الناس الطيبة ومتخيلش قد ايها عباد طيبين يستوقفوك راهي تخيلوك عندك بوفوار اخذتك لا بوفوار يعرفوا يعرفوا بوفوار انو نوصلوا الصوت انو نوصلوا الصوت يا بلدية المنيهلة كانت تسمعوا فينا يا بلدية المنيهلة راهو حي الصنهاجي يستغيث قالوك عملونا حقنا انت عملونا رجارات يهديكم ربي ما هو مجلس بلدي وحكايات وكده رجارة في حي الصنهاجي وانا متأكد انو ما هوش الحي الوحيد وانا هوش المشكلة الوحيدة اللي تعاني من الحكايات هذي تغرق في الفشتاء في الصيف تبحر بالوسخ والنموس والحكايات هذية عادي سنوات ما قبل الثورة وعشرة سنين حكم ما بعد الثورة نحكيه على مشكلة حي قلب العاصمة تقريبا مشكلة رجارة عادي اي نعم اي نعم لن اسف لن اسف لن اسف تحبوا العباد لا تنتفذ وتحبوا العباد معناها يقعدوا بدم بارد يحتجوا بربي ويهديكم ومواقع تواصل الاجتماع ويهز عادي ايجي ايجي اعمل دور راو كانت عيش هتهبل بريل الخطر رحنا علىنا شي اكي هذا امورنا وعد حندخلوا لديارنا كذي ارا كانت عيش هتهبل شفت نحنا شنحكيه على الواقع البارح في السيجومي شفما في السيجومي ما نحنا وهذا نرتوه السيد رئيس الحكومة معاش كونا حكيه ويشوفوا حاجة اسمه بحر طيشوا رواحهم في قناة لا لا توفيه وغديكة وقيس عليها المآسي هدية برا شوف الان اصبحت المعركة معركة توفير المقاومات العادية متاع الكرامة البشرية الادنى متاع الكرامة الانسانية راه انه عندك زيجوب اللوع تخرج فضالتك انتي قول جملة قلت رأوا الشعب بعثكم في جوابهم ثغر يظل العكس سياسين بعثين الشعب في جوابهم ثغر على خطر ابرتو اللي قاعد اليوم رابح من اللي ساير كلهما سياسيين ونخبة سياسية اللي قاعدين في الكريسي وفي الجذوبات وناس تعرفت ولا تواصلة وغيره واحد كان ميسوا حتى شي ولا يحكي على سياسة خارجية ويحكي على حكومة فلانة في البقعة الفلانية وغيره كذا وقت اللي تاخذوا انتي واحدوا تخرجوا من مشهد السياسي ما ميسوا حتى شي ولا يكن هكي حبت لعبة الانتخابات ووصلت ناس للكريسي ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يصبر الناس هذية مناش مناعملوا كان وصلوا الاسوات ويبقى السلطات ان شاء الله تتدخل ان شاء الله تتدخل هذي فرصة انه على الاقل التفاتة للحي هذي ان شاء الله ان شاء الله هذي نتمنى وكان يسمعوا فينا بلدية المنيهلة وعندهم اشي يقولون ويدخلوا ويفرحونا يقولنا رافو المشروع رافو المشروع تهيئة رافو المشروع تهيئة رافو المشروع تهيئة ولاي خنفرحو الناس ما نقولوش لي نمشي ونحكيو على اسم الغاوي كنا نحكيو علينا هارجمع ولكن مرة هذية نحكيو عليها بش نهنيوها الورقة خذراء بامتياز ناس البدو يلا انجاز كبير للعبة التونسية اسم الغاوي بالحق معنتها بعد الانجاز اللي عملته هي تحصلها مع تعالى احسن بيفو في اوروبا هو يعتبر انجاز مميز الاسم الغاوي اللي خليها هي رفيق صوتولها اكثر من 14.896 صوت بش نجمة مكن تاخذ احسن لعبة بيفو في اوروبا هذي انجاز مهم برش الكرة التونسية والعربية راوزادة فما حاجة يزي منحطوها بعيد الاعتبار انها اسم الغاوي من اللعبات الممتزين اللي قاعدة تحقق في نجاحات طيبة ان شاء الله مزيد من نجاح وتألق يا اسمه وربي معاك وربي وفقك في مساء بالتوفيق وبرافو ميل برافو الاسمه الغاوي بورقة خذراء مستحقة قلت انا هارجمع ونعودها مش ساهل توبرو زراو رياضة نسائية في تونس تقريبا ميتة الامكانيات نجم كانت اول على روحك عالتالون تاعك وعالجرينتان تاعك باش تخلط نفوت حاكك في عماليقة اللعبة معناه وكيفاش يترينيه وكيفاش يدربه تاخذ افضل لعبة متاع دايرة في العالم تقريبا في اوروبا دونت نجم قوله في العالم ميبعتش برش على بعضه ماش كنا اخذيها قبل عسام ولا ليه خانتني شوية ذاكرة في اللحظة ذي دونت نجم اخذيها مرة ولا كان في التوب ثري ولا حاجة في الألقاب النجم ونذكره اللي الهوند اعطاه لتونس ألقاب كبير ريس روهايك المقنم تم انتخبه مرتين احسن لاعب في الدوري الفرنسي اللي هو في التوب ثروى في العالم عامين وربع عظم الفين وستة والفين وسبعة دونتو لك عسام كان موجود ديما في احسن فريق في اخر موسم وفي قولنا موني شباح احسن هدفة في تاريخ البطولة الفرنسية اسما غاوي هزت شامبيونز ليغ وهزت الكيفالون بتاع الوروباليغ وتلعب سنام عفريق بكاريس على الفينال فور يعني اربع فرق تلعب انوار عياد احسن هدفة البطولة الفرنسية صديقنا نسلم عليه برشة واللي قاعد نمشي نعم بحده في اللي سيونس بولي تيك سبع سيئة وقتها مانسيوش صبحي سيوت زادة صبحي سيوت اكيد صبحي وماندرك ما صبحي لفين ومان صبحي سيوت كي طلع وقتها في اواخر التسعينات في لوندون ونسكر القاوس في مونبوليه حتى التاوى روما يعبدو كان توينسا رو معني قاعد دان سوفنير متاع الملعبية توينسا لعبنا معني لعبنا بملعبية لعبة الشامبيونز ليغ مش لعب ويسام احمام عسام تاج كون الثلاث اللي كان في مونبوليه معاهم والله خانتني ذاكر الكبر اجازيه خير جدا صبحي عمل عام في مونبوليه صبحي عمل كذلك عام في مونبوليه صبحي عام والبداية كلها كانت بعد كاس فريقيا ربعة وتسعين في القبل هنا كاس العالم خمسة وتسعين ازلندا مع سيد العياري لربية الجزين سحبنا مع المنتخب الكرواتي العملاق اللي ذاولي وقتها هزر كوديومونت محمد مادي وعدنين بالحارث وعفيف بالحارث عماد الدبابي وجيلة ذاك من وقتها بدات البداية التتويش كان الفين وخمسة وكاس العالم هنا ومرتبة رابعة وشوية ضد المنتخب الفرنسي في النسفة النهاية ما خلناش نتلو على البوديوم نتحصلوا بلوتو على الميدارية البرونزية اليوم نستنوه في جيل الامانة باش يرجع عنا سولات وجولات الجيل الاستثنائي هذاك الموضوع كان اسمه الغاوي مرة اخرى كان نختموه وقلوها برافو اسمه بالتوفيق